اشتركوا في القناة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ورحب جلالة الملك المعظم في بداية المقابلة بمعالي وزيرة الثقافة الروسية التي نقلت إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة رئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وتمنياته الطيبة لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين بالمزيد من التطور والرفع فيما أبلغها جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق بالسمرار التقدم والرقية وأشهد جلالته بأواصر العلاقات الثنائية الوثيقة وروابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والحرص المشرك على تعزيزها وتوسيع عفاقها في سائر المجالات وبارك جلالته التوقيع على محضر الاجتماع الثالث للجنة البحرينية الروسية الحكومية والذي سيكون له المردود الإيجابي للارتقاء بأوجه التعاون الثنائي الوطيد في الجوانب التجارية والثقافية والفنية والعلوم والتكنولوجيا بما يحقق تطلعات البلدين في علاقات أكثر اززهارا وتطورا كما أعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز علاقات البلدين القائمة على الاحترام والتنسيق المتبادل كما أشهد جلالته بالمقاومات الحضارية التي تمتلكها الروسيا الاتحادية مثمنا الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التبادل الثقافي والفني ومن جهتها أعربت معالي وزيرة الثقافة الروسية عن شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجلالة على ما لقيته من حفاوة وترحيب وعلى جهود جلالته وحرصه المستمر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الطيبة ودفع مستوى التعاون مع بلادها على كافة الأصعدة مؤكدا أن البحرين دولة مهمة لروسيا التي تتطلع دائما لفتح مجالات أرحب من التعاون المثمر معها بما يخدم مصالحهما اشتركوا في القناة